انخفض سعر النفط الكويتي بمقدار 67 سنة ليبلغ مستوى 72 دولار و 27 سنة للبرميل وذلك وفقا للسعر المعلن من قبل مؤسسة البترول الكويتية أما عالميا فقد واصلت سعر النفط ارتفاعها بعدما صعدت بنحو 5% في الجلسة السابقة وسط تراجع حدة المخاوف المتعلقة بتداعيات سلالة أوميكرون على الطلب العالمي وعلى صعيدة دولات ارتفعت العقود الآجلة لخام فرينت القياسي تسليم فبراير إلى أكثر من 74 دولار للبرميل كما زادت عقود خام نايم ماكس الأمريكي تسليم عناير إلى 70 دولار و 63 سنة للبرميل